اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 باللغة السريانية حالياً موجودين السريانية والأرامية موجودة في جنوب غرب سوريا ما زالت بعض القرى والمدن مثل معلولة معناتها باللغة السريانية الطريق منطقة جبعدين وبخعاء ومنطقة سيدنايا كلهم بيحكوا المناطق بيحكوا باللغة السريانية الأرامية والسريانية وحتى في منهم ناس مش مسيحيين لكن بيحكوا اللغة يعني نحن نعرف انه كثير حتى من القرى ما زالت تحمل اسمها الأصلي السرياني الكثير الكثير مدام يسري كل القرى وكل الأسماء والمدن بسوريا وفلسطين والأردن ولبنان وكل قرى لبنان وكل قرى سورية تقريباً كلهم بأصولهم أصول سريانية وحلب واحدة من المدن المتأثرة جداً باللغة السريانية اللهجة الحلبية بيحكوا فيها كثير اللغة السريانية ويمكن لاحظي من خلال لهجتي أنا كوني ابن مدينة حلب ومتأثرة كثير باللهجة السريانية نحن بنحكيها بطريقة اللي بيعرف لغة السريانية فوراً بيعرف أصول اللهجة الحلبية أصولها كلها سريانية الأماكن والقرى والمدن يعني أسماء المدن حتى من اسم دمشق تعطينا مثالين على المدن دمشق يعني تعني الأرض المروية دمشق دمشقو تعني الأرض المروية طبعا دمشق كون العاصمة السورية حاليا طبعا دمشق في اليونانية تعني شيء داماسكو أو داماسكوس طبعا تعرضت لكثير من من الثقافات فتغير الاسم جدا يعني من الفيحاء لليسكنين لدمشق لجلق وإلى آخره لكن دمشق بالأساس كلمة سريانية تعني الأرض المتقبة أيضا نسمع الكثير من الكلمات كلمة كفر مثلا كفر بلبنان عنا يعني البستان أو القرية بكل القرى الموجودة دكتور جمال كل شيء كفر 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 يعني على سبيل بالمسال لا الحصر دعوني بس عندي مجموعة من الأسماء الفويلة فعلا في فلسطيني كتير في كفر على سبيل الحصر نعرف أنه حتى يوجد ارتباط كثير كبير بين اللغة السوريانية أيضا والعربية طبعا هذا موضوع اللي حاله حسن نحن نحن لنقاط كبيرة بأنه في ارتباط وفي علاقة صحيح هناك تشنبك بالعديد الكلمات يعني طبعا قارب خبرنا أكثر صحيح الأسماء بعض القراء الشام هي السريانية الأصل دارية تعني الدور بيت لاهية تعني بيت الآلهة زملكة يعني سلاح الملك كفر بشكل بلبنان تعني قرية الجلود أو كفر يعني أركيك بستان الجلود كفر سوسة تعني قرية الكرس المعرة يعني المغارة راشية تعني الرؤوس وكثير من القرى اللبنانية يعني مثلا سيدة نسرين من الأصول بكفية الموجودة بين الحجارة قرية المزمور الترنيمة على سبيل المثال عن بكتار قرى لأنه اللائحة طويلة مجدلية يعني البرج تسحية تعني كنز الحياة كفر زتة تعني الحق المحل القضاء عين طورة يعني عين الجبل حقيت لي الكرك أنت كمان الكرك يعني القلعة أو الحصن باللغة السريانية الكرك في الأردن وفي سوريا الصغيرة يعني الصغيرة ومو بس مئات آلاف القرى وآلاف الأسماء عرف كيف لأنه المنطقة كلها كانت كلها تسمى بأسماء سريانية وأصول آرامية فعلا يعني احنا كتير بنتطلع على المدن وبنسأل الاسم من وين إجا هذا اسم غريب يعني فهلأ هلأ وردت لها خاصة لما تروح في فلسطين بين القرى أسماء يعني صراعا ما لهذا اللغة العربية إشي غريبة تشعر من وين شو المعنى هذا فعلا هلأ يمكن أتوقع أنه من هذا هو السبب وطبعا لأنه السريان عاشوا في فلسطين كانت هي برضو محدة لهم طيب بدنا نحكي الآن عن اللغة ولا بتحب نحكي عن الفلكلور نبدأ ليش بتحب والله ياريت شوي نحفز المتابعين عننا بالنسبة لهم يالله يعني الموسيقى السريانية دكتور جمال واضح واضح هيك واضح ياريت نبدأ حابب أحكي شوي عن الموسيقى السريانية لأنه قلتها تأثير كبير كتير في الموسيقى العربية وبكوننا نحن أهل المنطقة أهل أهل سوريا من سوريا بتعرف مهد الحضارات فمن عندنا بدأت أول نوتة موسيقية في أوجريت رأس شامرة بميناء بنهاني في اللاذقية على بعض 10 إلى 12 كيلومتر أول نوتة موسيقية في العالم اكتشف رؤول فيتالي في منتصف القرن العشرين السابق منتصف القرن الماضي وعننا من الشغلات اللي ممكن الناس أول مرة تعرفها أول مغنية في التاريخ اكتشفت في تل في تل الحريري بمملكة ماري أول مغنية أول مغنية أكتشفت في قرنينة كانت تغني في معبد عشتار للإله بل بعلي يعني فهذا الحكي بالألف التالت قبل الميلاد وعننا نظم كتير على رقم فخارية طبعا المدينة موجودة في منطقة الأبو كمال بسوريا بالشمال شرق سوريا الأوسط بشمال شرق طبعا أني وجدت كتير من الرقم الفخارية تحتي عن التنظيمات الموسيقية اللي كانت تخيل في الألف التالت في منتصف الألف التالت وبعد وأنت رايح للألف التاني التنظيمات وأول جوقة موسيقية تتألف من 26 عازق وعادق وكانوا بيختاروا الآلات النقرية والآلات الإقاعية والآلات القثار القثارة والقبول والمزمار والآخر في هذاك الوقت قالوا معلش أن ده وقفك انت صدمتني أول نوتة في التاريخ أول نوتة في التاريخ وأول جوقة موسيقية واركسترا كاملة واركسترا كاملة كانت في مملكة ماري أول مغنية أول مغنية اسمها أورنينا مغنية أورنينا وجدت في توريا مع كل يعني المكانيات اللي موجودة سيدة كانت تغني في معبد عشتار مهم دعا بس خليني أضبط حيكا منيح ممتاز تمام بعدين ننتقل طبعا الموسيقى كانت تمارس الطقوس نتيجة عبادة الآلهة في المنطقة طبعا المنطقة كلها كانت وطنية وكانت الآلهة متداخلة ومتناحرة وكل قوم كان لهم إله خاص فيهم حسب الحضارات اللي أجد فالموسيقى كانت طقوس موسيقية يمارسه الطقوس الموسيقية كل المجتمع وإله آلاته وإله طقوسه نوع من التقديس للآلهة اللي كانت موجودة اللي كانوا بيأمنوا فيه واضح هيك انتقلت الموسيقى من المنطقة طبعا كل هاي الحضارة اللي انت شفتها على ضفاق نهر الكران وخصوصا على شرف نهر الكران حكيت بالنسبة للنوطة النوطة موجودة عبارة عن أربعة أسطر بالباقلية والأكادية موجودة باكتوشفت باكتوشفت بأثمات مقالنا بمملكة أجاريت رأي الشامراء بالألف الثاني قبل الميلاد هاي معلومتين من هون بدأ إنه المناخ المناخ الموجود بالمنطقة نحن صناع الموسيقى وصناع الحياة من يصنع الموسيقى يصنع الحياة أنا معك أنا معك نسرين شو رأيك في هالكلام من يصنع الموسيقى يصنع الحياة ميوت انتي ميوت نسرين بقول لادريق كيف دائما بقوله أنه الموسيقى هي الحياة يعني لا حياة دون موسيقى أنا حتى ما بدأت تخيل أنه ممكن كيف تكون الحياة دون الموسيقى الموسيقى هي غذاء الروح يعني بالمقتصر وبعتقد أي حضارة لا يمكن أنها تكون قامت وصارت حضارة عريقة دون الموسيقى فشوية رح أنوح مادام نسرين كيف انتقلت الموسيقى للسريان انتقلت عن طرف الأرامين الأراميين كانوا عندهم آلات نقرية يمارسوا الموسيقى مثل كل الشعوب في المنطقة مثل أي شعب يمارسوا الموسيقى آلات نقرية وآلات إقاعية وطبول بقدسوا الآلهة فيها ويتمعوا فيها الملوك ويقدموا فيها القرابين هيك كانت الطقوس الموسيقى فمن هون طقوس روحية وثنية انتقلت منها للسريان واضح فالآراميين نقلوا الموسيقى انتقلت للسريان وكان أهم أهم يعني شخصية ملهمة وشاعر سرياني يسموه برديصان الكبير سموه برديصان لأنه ابن ديصان ولد على نهر شمال كورفا شمال المدينة بالرهة فسمي الولد أثناء ولادته بابن ديصان ابن النهر كان ملك وكان فيلسوف وشاعر غنائي ومؤلف موسيقي هائل على أثر هذا العظيم برديصان قلب مزامير على حسب مزامير داود حوالي شي مئة مئة وكمسين نشي واشا كان عبارة عن مدرسة تأسس فيها طبعا تأثروا بالموسيقى الوطنية وكانوا على ضيفاق ضيفاق في النهر بيغنوا وبيعصوا ويتمتعون بالموسيقى مثل ما بيقولوا اكيد هذه برديصان أخذ ألف ألحان شعبية مشهورة كثير وكونه كان ملهم عمل حتى تقطيعات كاملة من الموسيقى وعلى أوزان الموسيقى عمل أوزان موسيقية وأسم الألحان كلها بشكل عبقري كثير فهو مثل ما بيسموه أبو الألحان السريانية الشعبية فهو حول حول الموسيقى الوسانية لموسيقى أغاني وموسيقى شعبية في المنطقة في المنطقة من بعد أفراح والأطراح والأهزيج بالأفراح لكل حالات الإنسانية من فرح ومن من مأتم حفلات ولادة وإلى آخره وهل هذي لذات موجودة؟ هل هذه الأغاني أو هذي موجودة؟ هلأ بردايسان عاصر طبعا بالقرن الثاني الميلادي إلى الثالث ميلادي بعاصر طبعا بعد المسيحية هون السريان هلأ صرنا عم نحتي السريان في عندنا شخصية مهمة كثير حتى على المستوى العالمي اسمه مار أفرام السرياني راهب سرياني كمان اتأثر كثير وشاعر ومؤلف موسيقي كبير حول كل الألحان اللي كان كان منتشرة بهذاك الوقت الألحان الشعبية العادية اللي بيتغنى فيها الشعب تحولها ونقلها للكنيسة فتحولت الألحان الشعبية لألحان ثربية ذات دراما يعني إلى دراما معينة نتيجة طقوس الكنسية الموجودة فبطريقة ذاتية حول نقل الألحان الكنسية وعمل عليها مثل نصوص لاهوتية وبلشوا يستخدموها بالكنيسة مار أفرام السرياني واحد من أهم أعلام الحضارة السريانية لا بل الحضارة المشرقية كلها ووصلت ألحانه للعالمية وهيك بها الحركة بكت الألحان اللي ممتدة من الوسانية من أيام الكنعانيين ومملكة ماري وهكذا الألحان الوسانية انتقلت عبر الأراميين للسريان وحفظوا السريان في الكنيسة دقية الألحان السريانية ضمن جدران الكنيسة المقدسة بيتناولوا الأباء والشمامسة اللي بيقوموا على خدمة القداس وتقوس جميلة وتقوس روحية والكنيسة الشرقية كنيسة عاطفية كثير طبعا زي كل الشرقيين كل الشرقيين عاطفية كنيسة عاطفية بانتياز وفيها الحان تتراوح درجات الدرامافية بشكل كبير حسب الأعياد الموجودة يعني مثلا تسمع الحان أثناء التقس الكنسي أثناء ركبة الغسول يوم الخميس لما المسيح بيخصل أرجل التلاميذ تسمع الحان فيها تناغم هائل بيصيروا كلكم داخلين على الكنيسة بتشوفوا رتبة الشمامسة مجموعة الشمامسة على اليمين وعلى يسار الهيكل بيرتلوا أناشيد روحية وبيتقدم على الهيكل كان المطران أو الشخص اللي عم بقدم رتبة الصلاة يعني هالطقوس هاي مع خلفية الألحان اللي ترتل أثناء فقس الغسول لأرجل التلاميذ الاطماعش لما قام فيه المسيح الترتيب طبعا الجمعة العظيمة والأعياد هي طقوس هائلة رح نسمع شوي لو سمحت دكتور جمال رح أنوه بس شغلة رح نحط مقطع بسيط لأحد الطقوس اللي اللي تقام بالجناز بصوت صديق عزيز على قلبي اسمه جورج واحد من أهم موسيقي الشرق مؤلف موسيقي وهو عازف عازف مهم جدا يعني هو يعتبر أعظم عازف حاليا على مستوى الشرق يعني لما بقصد الشرق بقصد تركيا وإيران والعراق وسوريا على آلة بقصد تسمع بصوته مقطع بسيط وشوفوا مدى العاطي في الموجودة هيك مثال بسيط حتى ما كتير نطول الشرح لو سمحت جورج هيرابيديان موسيقى 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 المترجم للقناة 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 جازو أو المترجم للقناة 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 من مقطع بسيط حاولنا نشارك في المجموعات اسمه الزماني غلطان كوكويو يعني بمعنى الفخارين وكان الفخارين في العصر الفخاري يستخدمون فيه فكانوا الفخارين يأتيوا على الكنيسة لم يكنوا ضمن رتبة الصلاة الكنيسية كانوا يرتلون بالكنيسة لكن لم يكنوا ذات رتبة الكنيسية فاسمه كوكويو وهلأ سوف تشوفوا طاقس بسيط كثيرا سوف تشوفوا بيمين الشاشة مجموعه نوري اسكندر يقود المجموعة عبارة عن أناشيد ترتبة الكنيسة لو سمحت دكتور جمال تسمعنا شي بسيط انا سابع من اللايفي قوي بوسيقى الشهاد 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 Chelsea الشهاد شكرا للمشاهدة 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 شكراً لكم 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 المترجم للقناة 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 هل المتحدث السريانية يسمى السرياني بمعنى هل السريانية قومية؟ بالطبعاً أكيد أنا حتى يكونوا طواقف لأنه قسمة الكنيسة السريانية بعد المجمع الخلق في أفادونيا من أسماة الكنيسة السريانية المترجم للقناة من أسماء الكنيسة السريانية وما زالوا قوم يعني قوم يسكنوا المنطقة القومية يعني تعرف صفات قومية دكتور جمال الأرض يملكون الأرض ويملكون اللغة ويملكون الدين فهذه والتاريخ المشترك يعني هذه كلها صفات تكون يعني صفات بامتياز لتشكيل قومية لتشكيل هوية حضارة السر يعني فالسريان ليسوا عابرون السريان متجزرون بالأرض وهم قوم أصليون وأنا برفض أنه يكونوا أثنك يعني الأثنيين أنا برفض هذا يعني أنا كرأي شخصي مرفوض هذا الحكيم لأنه ما ممكن تجي تقولي على كندا أنه الهنود الحمر هم أقليات نعم الهنود الحمر هم سكان كندا الأصليين صحيح فنفس الشيء ينطبق على السريان ينطبق على أهل العراق الأشوريين البابليئ هم سكان البلد الأصليين فهم قوم بامتياز ولهم قوميين معلش معلش قالوا أنا بدأنا بدينا نحكي عن موضوع هذا والقومية كيف بتحافظوا على هاي اللغة خاصة يعني أحكي للولاد اللي في المهجر هل في مدارس في الوطن العربي وفي المهجر حكي لنا عن الـ دكتور جمال السريان وينما بيكونوا عادة بيعملوا شغلتين مهمين لما بيهاجوا بيحاول يفتحوا المدرسة وبيحكم أنه هنن مسيحية بيحاول يبنوا كنيسة نعم فالكنيسة تحافظ على الديانة والمدرسة تحافظ على العلوم واللغة وهيك حافظوا الكنيسة على يعني لا شك شرق تعرض يعني ضربات هائلة من الغزو يعني الرومان لا يعني بعدين تعرضت المنطقة استراعات بين الإسلام والرومان بنفس الوقت بعدين أجوا المغول بعدين أجوا الحروب الصليبية كل هالهجمات الهائلة أثرت على الشعوب المنطقة فحافظوا السريان وانحسروا شوي شوي على مستوى الحضارة وبقيوا بالكنائس يعني بقي السريان بالكنائس حافظوا على لغتهم بالكنيسة وحافظوا على تقوسهم وعلى ديانتهم طب جارو السريان في المنزل بتكلموا يعني بتكلموا مع بعض السرياني ولا هي فقط للكنيسة؟ لا هلأ في بعض المناطق بسوريا مثلاً عائلات كامبة بالقامش دي وبالحسكة بيحكوا اللغة السريانية طبعاً بتكلموا يعني بطيف واسع بمنطقة الحسكة حتى يعني غرب منطقة الحسكة ومحفظ الحسكة مناطق تلتمر المناطق اللي فيها الأشوريين كمان بيحكوا الأشورية لغات حية موجودة في المنطقة مثل ما ذكرت قبل شوي بجنوب غرب سوريا مناطق معلولة والأخي بيحكوا اللغة الأرامنية بفلسطين ما بعرفش قد ممكن انه في بعض المناطق يحكوا نتيجة موجودة موجودة طهر الممارس على شعبنا الفلسطيني لا زالت محافظين على اللغة السريانية من داخل الكنيسة بس يعني انحصرت على مدى التاريخ بالكنائس يعني بالكنيسة سريان أرثوذوكس والسريان كاتوليك والكنيسة المارونية يعني الكنيسة المارونية وكنيسة سريان الانتياز ومار مارون من جنوب شرق حلب يعني من منطقة براد من منطقة المدن المنسية رح نجي على ذكرها بعد شوي يعني القديس مار مارون من الآباء السريان المشهورين اللي عندهم هذا النفس الكهنوتي واللاهوتي اللي أثر في الحركة المارونية الموجودة في جبال لبنان حلو حلو طبعا الكنيسة الشرقية وبالمنطقة في لهجات دكتور جمابي يعني السريانية كمان ولا لهجات مثل اي لغة تتميز باللهجات من الشمال للجنوب للشرق والهاتف افهموا بعض عن لهجات طبعا طبعا لأن حكينا عن اللغة يمكن الحفاظ عليها كيف يتم بالفلاد العربية لكن كيف يتم الحفاظ على التراث السرياني أو من اللومة السريانية في المهجر؟ في المهجر عزيزتي للأسف يعني للأسف عاجروا السريان المنطقة نتيجة الظروف يعني ما رح نعيد نعيد الظروف اللي أثرت المنطقة أغلب سكان السريان بالمهجر موجودين بأوروبا نحدد مناطق الأوروبية موجود دين بالسويد موجودين بألمانيا موجودين بحولندا والكنيائس السريانية بشكل عام إن كانت أورودوكسية وإن كانت مارونية وإن كانت الكاتوليكية وإن كانت أبرشيات بكل أنحاء العالم والسريان يتبعوا الكنيسة الأنطاكية الكنيسة الأنطاكية لسائر المشرك يتبعوا البترك الموجود والكرسي البتركية الموجودة في المشرك عم نشوف صورة لكنيسة مارججرس السريان الأوتودوكس هذه الكنيسة اللي أنا ازوجت فيها كنيسة عصية على المبغود وعلى الفناة أثرية أثرية طبعا نتيجة الهجرات اللي اتعرضوا إلى السريان فجابوا معهم كل أمورهم ببداية القرن العشرين نتيجة اضطهاد الحكم العثماني بالعهد العثماني بديت من 1895 إلى 1915 في اسم سيفو فأجوز السريان لشمال حلب انتقل وانتقل وانتقل مع الكرسي الأنطاكي كانت أنطاكيا على مدى التاريخ كرسي البطرياركية السريانية بحكم أنها هي عاصمة سوريا لكن نتيجة الظروف انتقل الكرسي الأنطاكي من أنطاكيا بعدين بقي بحلب 200 سنة بعدين طلع الكرسي الأنطاكي إلى دير تلعدة من دير تلعدة رجع إلى ملاطيا من ملاطيا رجع إلى ماردين دير الزعبران من القرن الثالث عشر حتى وانتقل الكو تسعمائة وثنين 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 بقية البطرياركية بشمال القامش دير الزعبران من هناك انتقلت البطرياركية من ماردين من دير الزعبران نزلت على مدينة حمص مكان كنيسة سيدة الزنار للعذراء لما اكتشفوا زنار السيدة العذراء بالكنيسة واحدة من أخدم كنائس الشرق وكانت البطرياركية هناك على زمن البطريارك مار أفرام برسوم الأول بعدين يحكم انه شافوا على دمشق العاصمة السياسية فانتقل الكرسي الأنطاكي لمدينة دير وصار البطريارك للسريان الأرثودوكس يلقى ببطريارك الأنطاكية وسائر المشرك حتى لو كان الكرسي الأنطاكي موجود في دمشق نلاحظ من خلال التسلسل الجغرافي انه السريان ما طلعوا برات المنطقة مع وجود كثير من الإغراءات سيدة نسرين بس للمعلومات بسيطة أكبر تجمع السرياني موجود بالمهجر موجود بمنطقة الهند بكيرلا بين الستة لثمانة مليون سرياني أحد أهم حفوان جارو في الهند بالهند بجنوب غرب الهند بكيرلا تمام التجمع السرياني لما بشر بها مارتومة رسول أحد رسول الإداعة في السيد المسيح مارتومة بشر بهديك المنطقة وعلى أسرة صارت الحملات التبشيرية ودخلت أهل المنطقة وتعلموا السرياني وانتقل التقس السرياني لدينا كثيرة كنيسة سريانية موجودة بالهند نعم أنا كانت مفاجأة إلي بخلال البحث أن السريان أيضا موجود في الهند هناك موجود سرياني تمام ومناطق السريان فيها صفر أمية الكل متعلمين يعني مقارنة مع الشعوب الهندية بعدين لدينا تجمع بشمال أمريكا مثلاً لدينا بكندا أكبر تجمع للسريان موجود بين الكنيسة بطورنطو وكنيسة بموتريال بأمريكا موجودين بشكل واسع في نيوجرزي إلى الحضور الكبير ديترويد نعم على أغلب نيوجرزي لأنه أتصور لي المطرانية هناك يعني دائماً التجمع بيكون مكان ما بتكون المطرانية أو الميتروبولية يعني مسؤول البطرك على المطرانية تقسيم الجغرافي ليس كثيراً أتذكره حالياً لكن موجودين بأمريكا بعدين حاضرين بأمريكا اللاتينية حاضرين بكسافة بالسويد يعني وصل وصلت لدرجة بالسويد أنه بمثل السريان بمثلوا بحدود ستة أعضاء من البرلمان موجودين بالدولة بالبرلمان السويدي طبعاً مو كلهم بس أنه ستة أعضاء من السريان يمثلين متواجدين من ستوك هولم ويوتوبوري وصلت لديريا هادي يعني إذا أنا عم تلفز الاسم صح أو غلط بس أنه منطقة موجودة بجنوب ستوك هولم تبعد عنا بحدود 50 دقيقة 40 دقيقة موجودين بكسافة وعنا كنايس موجودة هنا ما هي التحديات التي برأيك يواجهها السريان عبر التاريخ وحتى التاريخ المعاصر؟ والله سؤال كبير يا أهدس بات سؤال كبير يعني نلاحظ انحسار السريان عبر التاريخ نحكي من القرر السابع بعدما انتقلت عاصمة سوريا من أنطاكيا إلى دمشق بوجود الفتحة الإسلامية لدمشق صارت عاصمة سوريا بال 635 قبلها كانت أنطاكيا عاصمة سوريا فتعرض السريان للهتمات من الرومان من الفرس طبعا حضورنا القوي ونتيجة الاستيقان الحملات الواسعة والقوية التي أثرت على الشعب السرياني وعلى الحضور السرياني تراجع الوضع السرياني وبقي دورهم دور معرفي دور تبشيري ودور نقل العلوم يعني ارتهنوا السريان انحسروا في الكنائس وبنفس الوقت هم صاروا رواد المعرفة والعلم فنقلوا كل العلوم المعرفية من اليونانية إلى السرياني إلى العربية هكذا دورهم في مطبعة كانوا عاملينها كمان السريان طبعا قالوا حضور سقاكي يعني هنن هنن يعتبروا أول من أوجد المطبعة في الشرق موجودة بلازم تعرفها نصري بدير مار انتونيوس مار تسحية بوادي انوبين ووادي قديشة بشمال لبنان بشمال لبنان على طريق اهدن المطبعة تواجدت بالالف وخمسة وثمانين بالالف وستمية وعشرة وهي أول مطبعة بالشرق باللغسري بعدين استلموا الآباء الموارنين وكان إلى دور تنويري في القرن السادس عشر والسابع عشر وحتى الآن طبعا هلأ المطبعة صارت عبارة عن متحف وتستقطب كل السياح اللي بطلعوا بيزوروا الأماكن المقدسة ودير مار انتونيوس فاسحية دير مشهورة تير بلبنان معلومات جدا جدا جاروف شكرا لك يعني تحديات خطيرة التحديات قوية الوجود السرياني بالأسف كنت عم بقول انه مع دوران البطارياركية في المنطقة إلا انه ما غادروا المنطقة يعني أبا لأباء السريان أو البطاركة السريان انه يبقوا في المنطقة يعني ما طلعوا للسويد ما نقلوا الكرسي الأنطاكي لألمانيا أو لحولندا أسروا انه يبقوا مع شعبهم السرياني الموجود في المنطقة وكان في تقليد كل ما بيطلع البطارك مثلا لما انتقلت لملاطيا شعب كبير من الشعب السرياني انتقل مع البطارك بس الوقت لما أجا على دمشق انتقلوا معه من منطقة لمنطقة فكانوا يلحق البطارك وينما كانوا موجود يحكم تقوسهم وسحافة رافض قساء لك هل هناك قصص مكتوبة باللغة وأدبية باللغة السريانية وكيف يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت نعم نعم واحدة من أهم دور النشر الموجودة في حلب أسسها ماريوحن إبراهيم مطران حلب دار الرهح ودار ماردين قلقوا الكثير من الكتب الفلسفية والكتب التحكي عن الآباء السريان وموجود موجودة الكتب بالمكتبة بالمكتبة السريانية الموجودة إذا حدا يعرف منطقة السليمانية موجودة بالمطرانية يعني جنب دار المطرانية بحلب بمنطقة السليمانية إذا حدا هل هاي كتب دينية أم أدبية؟ هناك كتب لأن السريان منهم شعراء وفلاسفة ولاهوتيين ورياضيين ومؤرخين يعني بعد قليل إذا تحب نتحدث قليل عن العلماء السريان وتأثيرنا بس اللي بحب يتابع اللي عم بحب يسمعنا إذا بحب يعرف أي مرجع مهما كان بسيط إن كان عايش هو بالشرق فيه نقول مثلا بسوريا أكبر مركز لأنه يحسني تابع الكتب هذول موجود بحلق بمطرانية السريان مثلا إذا قلنا بلبنان موجود بدير الكاسليك جامعة الروح الخدوس يعني في كثير كنوز أسرية للكنوز ومخطوطات هامة جدا عبر التاريخ موجودة ومحفوظة بدير الجامعة الكاسليك بعدين في عنا دار كمان مشهورة كثير موجودة بألمانيا بحولندا بمطرانية أوروبا الوسطى بعدين في عنا بنيو جيرزي يعني هذول أربع دور كثير وكثير سهل إنه واحد يحسن يحصل علي هل الأحرف قريبة من اللغة العربية؟ اه طبعا الأحرف السريانية عبارة عن 22 حرف الترجمال اللي هنن المشهورة كثير اللي هنن إذا بتعرفكم نحن لما بشكل لاشعوري بنكتب اللغة العربية بنصنف 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 كلمن هاي هي الأبجدية السريانية اوكي اه من هوني جت أبجد هوس حطي كلمن 22 حرف سرياني بالإضافة للحركات والتشكيل أخذ العرب وضافوا عليها ستة أحرف وأخذوا التشكيل من اللغة السريانية طبعاً في باحثين كثير بيقولوا طبعاً كون أنه السريانية انتداد للأرامية في لتأثير أرامي كبير التأثير الكنعاني جداً عميق في اللغة العربية كون أنه الكنعانية هي أهل المنطقة قبل الأراميينة بنحكي بالألف الثاني والألف الثالث فإذا تذهب إلى اللغة الكنعانية يعني نحن محتاجين حلقات لنحسن نوضح للناس منهم هنا من اللغات كيف انتقل يعني من اللغات كيف اتطورت من اللغة المسمارية أعرف كيف دكتور جمال المسمارية اللي وجد طبعاً أول كتابة مسمارية كمان وجدت بأوغاريت أول أبجدية في التاريخ وجدت بأوغاريت أبجدية ناطقة مش مصورة والأحرف الأرمية مؤثرة كتير بالأبجدية вже الفينيقية طبعاً 겠어요 اللي حداً بيعرف جميعاً إذا بروح بيعرف اللغتين الأرامية pallamia متأثرة كتير بالحرف الفينيقي والأفجدية الفينيقية طيب ونحكي سؤال pick is Tae-ول لا إهم من اللغة العربية بالرامية بتسأل العلاقة بين السريانية واللغة العربية انت محضر انك كنت حطيت شوية جداول دكتور جمال اذا ما عندك مانع تعرضه هاي بتلاحظ مثلا تلاحظ هون مثلا قاق غراب باللغة السريانية عرفت كيف انه اصوله الا في عشرات الكلمات بس انت طلعت هاد ال كم كلمة اي هذا صوت تبع الغراب قاق نحن منقول عليه قاق هو الغراب باللغة العربية بيقولوا بالسرياني القاق مثلا قشعة او قشع يعني ابصره او ايه كلمة اللي السر يستعملوها باللبنان بدي اقشع ما عم بشع ما عم شوف والسريان بيستخدموا الحرف الساكن بالكلمة يعني ما موجود باللغة العربية مثلا عود جلوس اكتب ما موجودة باللغة فيه اكتب ما في شي اسمه حرف ساكن ببداية الكلمة صحيح كلمة العربية بلبنان ما اننا بالتحديث موجودة كتوب عود كل الكلمات مسكدة مسكنة باللغة باللهجة ما في القيامة انبعاث كربان الضحية القس الكاهن القسيس الشيء قدسه القداس او القدوس آتولي يعني حتى كلمة القدس جاي من السريانية السريانية يعني الا لما بقول شلومه رف كيف اللاحقة او بينما اللغات نقول الاشورية الشرقية لما منقول السلام منقول اشلامة لما منقول بشينو منقول بشينة يعني اه مثلا من الكلمات ريشو رأس عينو ايد منقول ايد نحن هي يد منقول ايد باللغة السريانية اوه كلمة ايد جاي من ال اوه ايد عينو فومو الفم فوم قوم مستخدم قوم هي قم او انقم ايه صح ايه ايه اريت شغلة تانية قري قري اقرأ قري يعني طبعا مئات الكلمات الموجودة وهي صارت جزء من اللغة العربية واللهجات المختلفة قلايا هاي قلايا هاي القلايا هاي هل هي المقلاف ا 했는데 اذا او الان يت怪ه قلايا باولوها مسكن الراهب مكان ما كانوا يقولون خلاية المطران او المكان ade المطران او باسكنوا في مكان العبادة للرهبة باسموها قلايا يعني مثلا ما بيه كلمات باللغة الاسطانية من اللغة الاربية هلا ما شوف ده كلمت كثير باللغة العربية ما شوف ده كلمات بيه لا تنسى يا سيدة نصرين أنه يعني إذا بتمحي اللغة العربية بيطلع تحت سريع يعني إذا بتحكي يا حك يعني أنا أنا صراحة بتطلع على الجدول مش عارف وين السريالي وين العربي هو في كثير يعني فيوريز أو في كثير جداً لا عرفت علي حول الموضوع وأحياناً يصل إلى موضوع شباً بيصير شباً حساس عند البعض لكن نحكي هلأ على حقائط يعني أمام عيوننا أنه هناك كلمات كثيرة من اللغة العربية هي الثلاث رياني الثلاث رياني يعني على سبيل المثال نحكي شوي بالنسبة للأسماء الله مثلا الله الله جاي من اللغة السريعية صحيح الرحمن اللهم الباري التواب الديان شبحه التسبيح القدوس القيوم المهيمن الروح القدس روحه قديشه روح القديش أو القديس أسماء الأشجار مثلاً عندنا الرمان الزيتون الزعرور الكمون هذول كلها أسماء سريانية نحكي هناك أيضاً بعض الكلمات باللغة العبرية أيضاً من السريعية مدامي سفين كلهم أثر يعني المنطقة كلها مأثرة أعرفت كيف؟ يعني أثناء وجود المسيح كانت الأرامية هي اللغة الدارجة والمسيحة كانت لغة الكنائت أو الكنيسة الموجودة بيكتبوا فيها نعم واللغة الأرامية تمت تموا يكتبوا فيها بالدواوين حتى القرن الحادي عشر والثاني عشر لحتى الثالث عشر يعني الدواوين الموجودة في الدولة بالدولة السورية وحتى أيام أشور مع هيمنة اللغة الأشورية تمت اللغة الأرامية مهيمنة حتى بلاد فارس تمت اللغة الأرامية في الدواوين مهيمنة أنا تارف كارو عم بربو باللغة العامية العربية اللي تبعت احنا المنطقة كثير بكلمات يعني مثلاً ريس ريس تماماً رئيس 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 نحن نشف رئيو نحكيش تشف لعابو ايه رئيس مثلاً حيلو نقطع حيلو ايه؟ الحيلو باللغة السريانية القوة انه نقطع يدغوتو اووو وما بتقول لك إحنا بسوريا معظم حكينا باللغة العامية وبسريانية صحيح مية بالمية يعني مو بس هيك أكتر أكتر منطقة مؤثرة باللغة السريانية هي أهل مدينة حلب هناك الكثير الكثير من الكتب تحكي عن لهجة أهل حلب الأصولة سريانية وأرم الكثير الكثير ونحن بنحكيها بشكل طبيعي كثير طيب جي كلها بتسأل هل في سوريا المسيح يتكلمون لغة خاصة مثل إخواننا بالعراق هل تقصد المسيحيين المسيحيين شو عم تقصد أكبر مكتب السؤال أنا مش عارف هل في سوريا المسيحيون يتكلمون لغة خاصة مثل إخواننا بالعراق لا المسيحيون كلهم يتكلمون لغة العربية بشكل عام نحن متأثرين باللغة العربية والثقات العربية بحكم وجودنا ليس فقط في سوريا وبفلسطين وبالأردن وكلتنا نحكي اللغة يعني نحن عرب بالأساس نعم ونحن قبائل العربية بس بيحكوا بيحكوا في معلولة أنا عم بشوف سيدي عم بكتب بمعلولة باللغة الأرامية وما زالوا بالقبائل للغة العربية اللغة المحكية اللغة المحكية اليومية باللغة العربية وما زالت مهنة اللغة الأرامية يعني اللغة السيد المسيحي ممكن عم تقصد هل في خوف يعني على هاللغة يعني على هاللغة يعني عم تقوى بمعلولة بس هل في خوف بعد الجلال بعد إسلام يعني يعني معزيزتي نسرين شو بدي أقول يعني أنا هلأ مثلا بخاف على اللغة السريانية بالمهجر يعني أنا اليوم لما بكون ابني موجود بالبيت بالمهجر بحكي معه سرياني إذا ابني بيصير بيروح بتزوج سيدة ما ليحكم على أبني بجوز والسيدة ما تكون سريانية بتكون من من جنسية مختلفة ومن لغة مختلفة الجيل الثاني والجيل الثالث بيروحوا هلأ الموضوع له علاقة بالتربية والثقافة على أد ما نحن نحسن من ربي أولادنا نحسوا وحافظوا عن اللغة على أد ما نحن نكون حريصين على الحفاظ على اللغة وعلى توريط الأودات طبعا الدور بيلعب دور كبير بيلعبوه المدارس دور المدارس ودور يعني المراكز السقافية إن كانت تعليم اللغة السريانية أو الكنائس السريانية يعني لساعتك دكتور عم بتحط مثلا شوب نحن نستخدم هو الحر أو الطيب آه دنيا شوب كلمة يعني شلح حواعي شلح حواعي نزعة سياحة يعني دارو أمسا عم بتشجع كل المرجدين في المدارس السريانية إن يعلموا أولاد وإن يحكموا أولاد سرياني بالبيت أنا حسيتك رسالك يعني معلوم مشكلة كثير غنيكة وكثير شاعرية اللغة يعني جدا حلا ما بعرف في حدا سأل سؤال ما بعرف راح عيني نعم ممكن أنا أقول لك بيها اه كون متفاعل معنا اليوم من هو يعقوب الرهاوي ماري عقوب الرهاوي أحد أهم ملافنة السريان نعم ماري عقوب الرهاوي هو اللي جمع كل نفائس الكنيسة ودونة كل نفائس الكنيسة ودونة ومنعها من الانحلال منعها من الضياع فهذا كثير مثل ما أقولوا كريدت لها رهاوي حافظها من الضياع وحافظ على اللاهوت الكنسي ضمن الكنيسة طبعا بالإضافة أنه هو أستاذ كبير ومطران بالرهى اللغة العربية اكتسبت الكثير من الكلمات من القدار الموجودة وهذا التناخي السخافي مهم جدا نعم نعم سيد تميمي أستاذ تميمي نعم نعم سيدة أستاذ رافض بيسألك ما هي أهم المواقع المقدسة لدى السريان في الشرق الأوسط سؤال واسع كل الأماكن لأنه بيحكم يعني نقول في العصر الحديث ولا السابق لا حاليا حاليا هل مثلا في مكان أو كنيسة مهمة في الشرق الأوسط البطارياركية يعني بطارياركية السريان هي مكان الكرسي الأنطاكي بدمشق مكان مقدس بس يمكن فهمتوا أكتر من هيك المواقع المقدسة كل كل كنائس السريان الأورتودوكس كنائس مقدسة يعني كنائس كل مواقع مقدسة جغرافيا ألا مو بس في الشرق بسوريا وبلبنان وبفلسطين وبالعراق موجودين السريان كل مواقع مقدسة يمكن أصد مواقع مثلا سياحية بأصد يعني مثلا نحكي المسلمين مثلا القدس مكة والمدينة هي أكثر مواقع مقدسة بالنسبة لنا أوكي ثم شو عم تأصد بالنسبة لألنا القدس كونها يعني الكنيسة القيامة في الشرق الأوسط فالقدس كلها بكل كنائس هي الأماكن المقدسة وللأسف منعنا نحن أن ندور كنعم الحجيج وكان قبل سنة الستة وستين أو السبعة وستين كان آخر أطياق للحج كانوا بروحوا بيحجوا بالمقدس الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة للسريانة بروحوا بيحجوا بالكنيسة القيامة طبعا وضح راح يقول أقصد مواقع ليس فيها أماكن عبادة لكنها دلائل تاريخية مقدسة لدى السريانة تمام يعني مثلا كنيسة القديس بطرس ببداية القرن الأول سنة أربعين ميلادية محل ما بشر القديس بطرس المسيحية موجودة بأنطاكيا بس هي حاليا موجودة بولاية هاتاي تحت الدولة لأن أنطاكيا تبعد عن حلب بحدود الستين كيلومتر فموجودة ضمن الحدود التركية فما بنحسين بنصلى بس أنه موجودة بأنطاكيا اللي بيحب دور أنطاكيا موجودة كثير أماكن مقدسة بأنطاكيا كل الأديرات دير قنشفين دير الزعفران مناطق المقدسة اللي الرهبان كانوا يعني بيتعلموا فيها وبيكونوا في درسوا فيها العلم والتعليم يعني وصلوا للسريان أنه كان في عندهم خمسين مدرسة أو خمسين جامعة تنويرية في عصر الزهد خمسين جامعة مع العلم أنه كانت أوروبا بتغرق بالظلام يعني عم نحكي نحن من القرن الثالث للقرن السابع مكلالي وأماكن مقدسة ثانية دكتور جمال في عندنا مناطق اسمها المدن المنسية 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 المنطقة بجبل بريش جنوب شرف حلبين محافظة حلب وإدلب المدن المنسية يا سيدي راح أقلك رأم فيها 1300 كنسة كلها مدن عبارة عن آثار وفيها آثار مهمة كثير بالقرن الثالث والرابع والخامس بعد ما حطت الأمبراطورية الرومانية الدين المسيحي دين الدولة خرجت الديانة المسيحية للعلن أول كانت بحكم أن الرومان كانوا بطهدوا المسيحيين ومن اعتنق الديانة المسيحية أبل القرن الثالث فلما اعتنقوا الرومان المسيحية وصار الدين هو دين الدولة وفيها بيزنطا هي العاصمة فكل شيء صلع على العلن ونحط رصيد فصار فيه عمران يعني فيه نهضة عمرانية على مستوى بناء الكنايس ومستوى بناء الأديرة والأماكن يعني الأديرة والمدارس اللاهوتية من أهم المدارس اللاهوتية طلعت في البنطية أو المدارس التعبد العموديين وكنيسة مار سمعان العمودي اللي تعتبر واحدة من أهم بازيليك يعني واحدة من أكبر بازيليك موجودة في الشرق وتعتبر قياسها مثل قياس كنيسة آيا صوفيا موجودة حول كنيسة مار سمعان العمودي ودير مار سمعان العمودي والأماكن الجنائزية الموجودة حوليها بالإضافة لكثير من الكنائس والأديرة التي كانت في المنطقة للأسف سموها مدعو المنسية وتحتاج الكثير الكثير من الرعاية والاهتمام فترة من الفترات بحكم مار مارون موجود وهو من أهل المنطقة من منطقة براد وجد قبر البحاتة والعلماء وجدوا أنه قبر مار مارون موجود فصارت بين الدولة السورية والدولة اللبنانية اتفاق وصار بيجوا بسوريا كل سنة بيعملوا حجيث للقديس مار مارون عبر بصار وبيعبروا الحدود وبيجوا بيعملوا احتفالات دينية بهذه المناطق بمنطقة برادة شو اللي شايفينه الشاشة هلا يا ذكاره هذه لغة سريانية عبارة عن الصلاة الربانية اللي تلاها السيد المسيح لما طلبوا منهم الرسل انه يصلوا يعني انه كيفنا نصلي نعم سيد المسيح بالقرامية وهذه هي اللهجة السريانية طبعا نحن قلنا انه القرامية القرامين هنالقوم والسريانية لهجة من اللهجة القرامية فهذه هي الصلاة الربانية اللي موجودة قدامنا تتلى بكل الكنائس الشرقية السريانية اسمها أبو نن بشمايو يعني الصلاة ربايا أبانا لزمي في السموات أعطنا خبزا هاي هي أنا كفافة يومنا نعم نعم أوكي أوكي هذه طيب طيب في سؤال ايجاك من محمد بولك هل خرجت السريانية خارج أرضها الأصلية وأثرت في أماكن خارجها بشكل واضح السريانية شو عم بأصد أنه طلعت برات المنطقة ليه أنا على سبيل المثال اكي صح على سبيل المثال الهند في كتيرين بيحكوا باللغة السريانية يعني ما في عنا بالضبط بالضبط تأثير مباشر برات المنطقة يعني برات خلال قصيب والعراق وفي عنا سريان بإيران طبعا بعض الطقوس الدينية يستخدموها المقول باللغة السريانية باللغة الأرامية يعني حكم تأثير المقولي لما أجوا على المناطق وأثرو فتأثروا بالطقوس الموجودة بس أنه طلعت برات الحدود يعني أوروبا ما تأثرت مثلا بالضغة السريانية أثرت بالطقوس الكنسية والألحان تأثرت بشكل أو بآخر طب جارو إحنا بدنا نروح على أحسن فقرة عشان هيك مخلينا للأخير إحنا الأكل كثقافة من فن ورسم وزي شعبي والشعر وطبعا دكتور جمال لازم نحكي عن الأكل أكيد هل السريان عندهم أكل خاصة أكيد المطبق السرياني مطبق عريق متجزر بالمنطقة ومتفاعل ومتطور طبعا مثل أي شعب بيعتمدوا على مواد أولية أساسية بحكم أن المنطقة هم أهل المنجل وأهل المحراس وأهل الزراعة صحيح نحن أهل المنطقة في هذه الحضارات الأولى الأساسية موجودة في المنطقة فالمطبخ السرياني واحد من أهم المطابخ الغنية أو المطبخ الرهاوي بالأحرى واحد من أشهر المطابخ الموجودة في مدينة حلب طبعا تحكي عن مدينة حلب وبنفس الوقت بمنطقة الحسكة محفظة الحسكة والقامشري وبنفس الوقت الناس السريان بيعملوا كلهم بيشتغلوا بنفس المطبخ وإلهم نفس التأثير وعندهم نفس الأكلام يعني مثلا اللي عم بتشوفوا على الشاشة جواتنا يا القارو جواتنا يلا وحاول على اليمين موجودة المجدرة المجدرة مشهورة كتير بيعملوها السريان وعليا فرزيتها عندي بالفايزل محفوظة بالفايزل المجدرة المحفوظة هون بالرز نحن منقول العزل الرز والبرغل شنفحاله السريان عادة استخدموا الرز كمادة أساسية يعني القمح كانت مادة أساسية في غزاءهم بالإضافة للزيتون والطماطم البناثورة مع جميع أنواع الفليفلي الحرة والشعب السرياني بيأكل بيأكل الحر متدوّق الحر وفي عنده توابل يعني يتزوّق التوابل بشكل شديد بالأكل فعلى اليمين مثل ما شايفين على الشاشة المجدرة وبالنص هذه أكلة اسمها أكلة مشهورة كتير أكلة شعبية تعتبر من المقبلات عبارة عن برغل منهوح مع زيت الزيتون منحطيه البصل والبناثورة ويتتاكل معه ورق الليف ورق العنب جميل جداً إذا مرّا اجتمعنا دكتور جمال أكلة شعبية جداً وبأرخص الأتمام يعني أنه أساسية مانا مواد وغنية كتير يعني عنا القمح عنا الزيت البنادورة البصل كلها مواد أساسية وصحية مية بالمطبح صحي مطبوخ بقلب البرغل ولا لا مش مطبوخ لا مش مطبوخ بقلب البرغل مش مطبوخ مثل الصلد مثل الصلد يعني كيف بيعملوا التبولة مثل التبولة معجون مع الزيتون آه بكير بعد الكروبة ما جايز زورك شكلي قريباً جداً نشوف والله مش أنا شايف منيحة كتير هادي أكلة تكبة بعدس كبة بعدس كبة بعدس كبة كمان من الأكلات المشهورة تنعمل بوقت الصيام الكل اللي بيعرف كبة بعدس بس كبة بدياز يعني كبة أكلة سريعينية ما في لحمة فروتين تمام ونعملها بأيام الصيام وفي تقليد تاني لما بيزوروا الأموات يرحم أمواتهم جميعاً بيقدموا لعائلات كلقمة رحمة السريعين بتقوسهم تكبة بعدس كلقمة يترحموا فيها عم نشوف هلأ أنا حاطب ليسترح أطلعكم عليها بس عم نشوف هلأ مثلاً هادي اللي بسموها الطحينة أو لحظة شوية هادي خبز بالطحينة عبارة عن أكلة تعتبر من الحلويات بس القوام عبارة عن دقيق يعني عجين عجينة بنحط فيه لطحينة وبنحط فيها السكر للمطحون وبتنعجن مرة واثنين واثلاثة وبتنفتحه وبترجع وبتنحطها لطحينة وبترجع وبتنحطها لطحينة اسمها خبز بالطحينة المادة الأساسية ملاحظ دكتور جمال الطحينة اللي هي سمسم المطحون أصدق السمسم المطحون يعني الطحينة يعني مركز السمسون نعم أنا عملكون ديستة جميلة جداً عن الأكل مثل المحمرة يمكن شكراً محمرة هذه المحمرة ما أتصور لي أنه هي بس أنه بيعملوها السريان هادي كمان على اليمين كمان كبة بعديس كبة نفس الصورة نعم هاي نشوف صورة بعدها هادي هادي أكلة ساخنة نعمل بالأفراح والمناسبات الكبيرة اسمها بوراني الأكل ما تكون شايفين عبارة عن كبة صغيرة كتير أكبر من الجلوبيري أكبر شوي يعني القمح يعني كبة شلون نحن بنعمل كبة مع اللحم مع الهبرة كبيرة مش محشية كبة مليئة بتتقلع بعدين في مادة تانية معها هي الحمص بعدين مادة تالتة معها هي الخضار بينزل معها السلق نعم ونعمل على اللحمة فنحز المواد عبارة عن القمح واللحم واللحم بالقطع بالإضافة للسلق طبعاً نتبلة مع البهارات وفوق كل هادول ي بنحط علي توم ولبن يعني لقد هذا المزيج الهائل من مجموعة الأمور مع بعض البعض بتشكل أكلة اسمها البوراني أكلة فاخرة بانتياز هذا الصح الموجود هذه الأكلة اللي عم بتشوفوها اسمها سمسك عبارة عن عجينة بدون خميرة بتنمد بتنفتح وبنحط فيها اللحم الناعم وبعدين لاحظين تنضفر تطفير مشان اللحمة مت بطريقة معينة وبعدين تنقل مثل صفيحة بس طبعا اللاحظين هنا بالنص الصورة بالنص قبل القليل نعم تصو العجين مع اللحمة وعلى اليسار يعني الأكلة النهائية بسك أكلة تقليدية ومشهورة كتير على اليمين أقصى اليمين هادي اسمها خبز مفتوح وعليه دبس البنادورا أكلة شعبية كتير عبارة عن مقبلات أو بيحطوا عليها دبس الفليفلي السرياني كل الشعوب بيعملوا يعني بيحافظوا بيعملوا بيمونوا بالأحرق دبس فليفلي دبس بنادورا بيجففوا كل أنواع الفلفل الحار فهذه واحدة من بيناتهم بيسموها بالسرياني فرانجي تشور فرانجي تشور يعني لهجة العلاقة بشعبنا الأورفالي فرانجي تشور الفرانجي يعني البنادورا وبيطلق على البنادورا باسم الفرانجي اذا م Lorena فرانجي تشور فرانجي تشور باللغة الأرمنية الأورفالية يعني المي فهي ميت البنادورا أو ربيط البنادورة ه Would you like Or هذه الكبة الأرفلية الكبة النية الراميت بيسموها تشيكتا باللغة الأرفلية العليسات عبارة عن راميت مع البرغل تنطحن طحن مع البصل ومع البقدونس البقدونس مادة أساسية مع الكبة طبعا الكبة نية بيعملوها لبنان وسوريا لكن هذه الكبة الأرفلية أهل السريانة بيعملوها بالذات الشعب السرياني مع البقدونس والبصل رائع الصورة المتوسطة هذه كبة ببيض كمان تقص المقبلات يعني مانا أكلة أكلة شعبية يومية وعلى فترة السريان بيصوموا الأربعاء والجمعة ففي عندهم تقص من تقوس يعني كطبيعة غزاء فبيعملو أربعاء وجمعة صون فبياكلوا أكل فلو علاءة بالزيت والزيوت والبخول بعيدا عن الألبان واللحوم وهيكي بيصير في نوع من التنشيط الغذائي نوع من الإعادة تدوير يعني تريح المعدة من الأكل اللحم أو الأجبان والألبان على اليمين أكلة اسمها قيمة عبارة عن برغل يعني أنا شايف حالي صايا الطباق بنتي عن جد يعني هذي برغل بنأ والبرغل مع ناعم طبعا برغل ناعم جريت ون يعني درجة واحد حسنا مع حامض وبصل وبنادورا وأكلة شعبية كثير طبعا من المقبلات بحكم أنه يعني الأكل السرياني بيعني ممكن يتقدم لكل الطبقات المشتبعة من الطبقات يعني الدخلة محدود حتى الطبقات العادية يعني مثلا اللحم بعجين أو اللحم بعجون اللي يسموه نعم مثلا الصلاة الصلاة اللحم بعجين العنتابي أو أهل عنتاب مشهورة يكن هناك نوعين من اللحم بعجين في منطقة سوريا اللحم بعجين بدبس رمان بالضبس رمان يكون لونه غل واللحم بعجين المشهور كثير هو العنتابي بميه البندوره بلهجة الأورفا بيسموها اللحم بعجون يعني اللحم بعجون هذه أكلة مشهورة جداً اسمها الكبيبات كبيبات اوكي كبيبات يعني مشهورة فيها أهل حلب ونفس الوقت مشهورة بشمال شرق سوريا منطقة الحسكة عبارة عن سميد بنقوا السميد مع البرغول بدون لحمة خارجية وبتنعجن وبعدين بتصير على شكل مثل مشاكين قواقع بتفتح وبنحشب فيها لحمة عبوا لحمة مع بقدونس وبنتذكر بهذه الطريقة لتحافظ على اللحمة الداخلية وبعدين بتنسلق سلق جواتنا يا جارو جواتنا يعني ما من الحديث عن الأكل لا يمل من النوم والحديث عن هالحضارة الحلوة كمان لا يمل منه أبداً انت اليوم عن جبدة زدت معلوماتنا بشكل رهيب يعني عن جبدة نشكل بكين يا جارو جارو انت موسوعة على كل حال هذا الموضوع نحن مرأنا على الحضارة السريانية عنوين صحيح كبير لأي حدا ساكن المنطقة وساكن الشر الأوسط يكون عنده هيك حضارة طبعاً على العلوم العربية كيف نقلت نقلوا العلوم وكيف ترجموا العلوم كيف الأطباء كانوا هنم مستلمين أطباء الخلافة من الأمين للمأمون لعارون رشيد كيف كانوا أسياد في العهد الأموي وهيك ننتقل يعني احنا في شغلات كثير ما حكينا عنها العمارة الأعراس يعني دكتور جمال الموضوع متقاطع ومتشاعب عم تحكي على حضارها صلى ألفين سنة صحيح هناك سؤالين سريعات كارو إذا تقدر تلخف معها رامي عم تسألك هل اللغة الأشورية قريبة جداً من السريانية؟ طبعاً اللغة الأشورية كثير قريبة على كل حال اللغات الأشورية اللي عم تنحكها هي حالياً هي عبارة عن لهجات لا مثل نقول هلأ نحن عم نحكي اللغة العربية لما نفتح الكتاب نشوف اللغة الفصحة نعم فاللغة الأشورية تحكى متل ما تحكى اللغة العربية المحلية لغة أهل المنطقة اللغة الأشورية طبعاً تمتاز متل ما حكينا هي لغة أو لهجة سريانية تحكى في شرق الفراد ومتل ما حكينا في اللاحقة شلامة شاينة مشيحة على مسيح خدشة اللاحقة بالفتحة أوكي في سؤال تاني من رافع نعم رافع هل هناك تقويم سرياني سنوي بالأعياد وهل السنة سريانية قمرية أم شمسية؟ للمعلومات كل الأشور أصولها سريانية نعم بشكل يعني عام وكل الأعداد العربية كمان أصولها أرامية يعني سريانية لما منحكي منعد كمان كل أصولها سريانية بالنسبة للتقويم السرياني حاليا هو بالتقويم البلادي سابقا ما عندي بالضبط المعلومة الحقيقية نعم ما أتصور لي أنه مرأ على شيء أنه عندهم تقويم إذا كان في عندهم شيء تقويم قمري بيكون هنين تابعين يعني عم نحكي قبل المسيح بيتابعوا لأنه كانوا البابليين يعني في تأثير كبير بالعلوم البابلية على الأشهر والسنة القمرية لأنه هنين كانوا أسياد علوم الفلك ومن هنيك انطلقت يعني من العلوم البابلية ببلاد الرافدين أثرت على كل العالم في لهم تأثير بابلي أكيد بس ما بعرف على حد علمي أنه سريان عندهم يعني أعيات خاصة في القمرية أو نتبع وكلهم يتبعوا السنة الشمعية يعني السنة الطبيعية للأشهر المعروفة والتقويم الميلادي ما بيتبعوا أي تقويم ثاني يعني على بعضهم أنهم عندهم السنة على حد علمي ما بعرف يعني على حدود معلوماتي ما في عندهم سنة خاصة مثلا مثل الأكراد أو الفرس أو أنه عندهم سنة خاصة فيهم ما في عندهم سنة خاصة نعم أوكي يعني كلمة تشرين هاي سريانية وكانون وشباط وشباط نيشان كلهم هذول الكلمات سريانية يا دكتور جميلة أوه أنا بقول له أب وين هالكلمة يعني إجت كلمة أب مثلا شباط يعني ما لهاش معنى بالعربي تمام آه واضح واضح يعني لازم نعمل نحن حلقة يا جارو فارتور على على الجل صعب أنه تحسني بغطي هيك نعم أنت عم تفتحي باب على حضارة نيقة عليك وحضارة فيها توسع هائل ومترابطة مع كل الحضارات فكتير صعب أنه حدا يحسن يلمس الأمور نوع جهور من المتابعين عبارة عن مقدمة نعم 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 حلقة ثانية إن شاء الله أنا مش عارف إيهاب بيسأل سؤال أو جواب اللي هو العذراء والقوس لو سمحت العذراء والقوس صلعا مش فهم سؤالا يمكن عم بقصد على التقوية يعني الأبراج والأبراج علوم بابلية وصلت طبعا للأراميين والأراميين والأسريان والأراميين والأسريان علموا علوم الفلك وانتقلت علوم الفلك عن طريق السريان قالوا يعني صراحة أنا توقف لا أريد أن أحكي عن دور علماء السريان لأنه مجرد لا نفتح باب سيكون باب ثاني لا أريد أن أحكي على شخص ونحرم شخص آخر لأنه كلهم متنجدين وكلهم أولهم تأثير مهم أتمنى أنه يكون هناك حلقات تانية ونضوي على الحضارة العريقة الممتدة ولازم كل إنسان على صفح الأرض يفتخر أنه فيه هيك حضارة موجودة ومؤسرة في العلوم الإنسانية والإنسانية نسرين، ما رأيك؟ كيف الحلقة؟ أنا من الناس الذين درسوا سنتين سريانين بالرماهة المسيئي وفعلاً يعني كل درس اللي كنا ناخده بحث حاني طالعة منه مشبعة بكلمات جديدة بمعلومات جديدة فنحن نحكي على عراقة هالحضارة يعني فعلاً من هالمنبر أنا بنتي أدعي أنه زميع السنيان بالعالم يحافظوا على لغتهم وعلى عداد المتعليدهم لأن نحن جميعاً نشكل زفر المحبة ومشكلها الموذايكة الرائع في الشرق الأوسط ونحن نوعدكم إن شاء الله بحلقة ثانية قارو أكيد يعني لا يملم ومعلومات قيمة كثير والحلقة يعني مثل ما أنت قلت يعني بعدنا ما غصنا حتى كل هذه المعلومات وبعدنا ما دخلنا بالأعمال فإن شاء الله بحلقات جاية نقدر إنحقق هالشي أكثر طبعاً قارو أنا باسم كنار تيفي حافظ أشكرك شخصياً أنا عارف قديش أنت يعني كنت مستعد لهذه الحلقة وصراحة أبدعت موسوعة لكل استمتع كان عندنا مشاهدين أسئلة يمكن من أكثر الحلقات اللي فيها أبدلة ومشاهدين لأنه أتوقع إنه في عشق لمعرفة معلومات أكثر عن هذه الحضارة وعن هذا الشعب وعن هذه الثقافة وفعلاً أعطيتنا معلومات جديدة أول مرة أنا شخصياً بسمع فيها نشكرك باسم كنار تيفي باسم المشاهدين بشكر المشاهدين أيضاً اللي فعلاً كانوا معنا صابرين ساعة وخمسين دقيقة يعني من أطول الحلقات لكن زي ما حكينا إنه جزء بسيط من حضارة شعب عاش ألاف السنوات على هذه الأرض المقدسة الطاهرة فنشكركم على الشعب درونا في أشياء كتير طرينا إنه نقفز عنها ولكن هنحاول إنه نكون معكم إن شاء الله في حلقات أكثر عن هذا الموضوع بذكركم بحلقات يوم غدا إن شاء الله عنا حلقة الساعة سبعة من الكتاب هنتكلم عن كتاب عجيب جداً من أعجب الكتب اللي ممكن تطلعوا عليها بدأ خليها مفاجئة يقول إنه هذا الكتاب جوا في خمس كتب كيف هتعرفوا غداً وحنتحدث في حلقة الساعة 9 عن ريادة الأعمال هنتحدث عن فكرة رائعة ممكن أن تكونوا مشاركين فيها من أحد البزنس الموجودة في كندا ممكن تبدأ معكم كبزنس جديد فتابعونا غداً إن شاء الله بذكرك جارو مرة ثانية كريمة أثيرة دكتور بشكر طبعاً كل اللي تابعونا شكراً لتنابكم الكريمة شكراً مدام نرسين دكتور جمال على إتاحة الفرصة لهذه الحلقة اللي مليانة حب ومليانة عفوية بحسين بقول الحضارة السريانية أنا بالنسبة له كلمة أخيرة ليش منحب نحافظ عليها؟ لأنه هي امتداد للحضارة العربية وكلنا معنيين بالحفاظ على الحضارة السريانية لأنه هي امتداد للحضارة العربية فنحن نحب نحافظ على حضارة العربية لأنه هي جزء لا يتجزأ من الحضارة السريانية هذه رسالتي للكل شكراً لكل اللي تابعونا شكراً لكل أصدقائي بالمهجر بالبلد، بالوطن، بالحي، بالكنيسة لكل الأباء، لكل اللي عشت معهم في حياتي واللي كل اللي عم يتابعونا وأنا بوعدكم بلقاء آخر وشكراً لحسن استماعكم ومطولنا عليكم تسلم شلوموا من أطوا لكل أنحاء العالم ولكل السريان ولكل الناس الطيبين اللي كان عندهم ألبواسة يسمعون تسلم شكراً لكم